هل من حديث بشأن الوجهة التي تنتظر الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم نعم أوجهنا هذا السؤال تحديدا إلى المتحدث باسم الخارجية القطرية ولم يعطي معلومات دقيقة عن هذه الوجهة ولا حتى الطرف الذي يتسلمهم كما نعرف وكما تحدث هنا المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن وجهة المدنيين الإسرائيليين المفرج عنهم في قطاع غزة ستكون مباشرة إلى المخابرات الإسرائيلية التي تتسلمهم على الحدود لم يوضح ما إذا كانت غلاف غزة أو إذا كان على طريق معبر رفح ومنه إلى معبر طول كرم بوساطة مصرية أيضا ولسنا ندري وأوضح في هذا المجال أن هذا الأمر يبقى سري نظرا لحساسية الموضوع الأمر سري بالنسبة للمسارات التي يسلكها المدنيون الإسرائيليون المفرج عنهم بالنسبة للأسرع الفلسطينيين من هي الجهة التي ستشرف وتتولى تأكد من هويات المفرج عنهم وأيضا الجهة التي ستتولى ما إن كان الأسماء مطابقة والهويات مطابقة والوجهة الأخيرة لهم إن كانوا يذهبون إلى بيوتهم في الضفة الغربية يمكن أن يكون بعضهم من غزة هذه الأمور لم يتحدث عنها كثيرا المتحدث باسم الخارجية رغم الإلحاح بالأسئلة لكن من الواضح أن هناك آليات تتبع في هذا المجال ولسنا ندري أيضا إن كانت حملة الاعتقالات ستستمر في قطاع غزة علما أنه اليوم تم أيضا توقيف واعتقال مدير مستشفى الشفاء والأكيد أن هناك اعتقالات أخرى أيضا وجهنا له سؤال بخصوص إن كانت طلعات التجسس الإسرائيلية التي تقوم بها طائرات الجرون ستكون أيضا مشمولة ببنود الاتفاق ويحضر تحليقها كما الطيران الحرب الذي يقصف غزة خلال مدة الأربعة أيام أجاب بأن ذلك مشمولا أيضا سواء في شمال القطاع أو في جنوبه كذلك بالنسبة لتحركات الجيش الإسرائيلي المتوغل ودباباته المتوغلة في شمال قطاع غزة مشمولة أيضا بهذا الاتفاق الذي يأمل أو تأمل منه الخارجية القطرية أن يكون ناجحا حتى يبنى عليه ويؤسس عليه هدنات أخرى يتوقع أو تعمل الخارجية القطرية على تمديدها في وقت اللحن